اشتركوا في القناة ورئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وساء أمس برقيتين عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقيا وأعرب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عن أحر التعازي وأصدق المواساة سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته احتلت المملكة المركز الثاني عالميا وفقا لمؤشر نيكي الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجدة ويعتمد ترتيب المؤشر على انخفاض أعداد حالات كورونا المؤكدة وزيادة معدلات التطعيم وتدابير التباعد الاجتماعي الأقل صرمة ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع عدد جرعات اللقاح المعطى في المملكة والتي تجاوزت 40 مليون و700 ألف جرعة إذ بلغ عدد المحصنين بجرعات اللقاح كورونا أكثر من 17 مليون و680 ألف شخص لتصل نسبتهم إلى 50% من مجموعة السكان وفقا للأرقام التقريبية فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 23 مليون و60 ألف شخص لتتخطى نسبة التحصين 65% من السكان وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 68 إصابة جديدة كما سجلت 77 حالة تعافن وخمس حالات وفاة رحمهم الله جميعا وصف وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني قيام مليشيا الحوثي بإعدام تسعة مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل بالجريمة الإرهابية المروعة وأوضح أن هذه المذبحة إعلان خطير عن تسجيل المليشيا لأعمال القتل الجماعي للمناهضين لمشروعها الانقلابية وأنها تذكرنا بمشاهد إعدام نظام الملال الإيراني لمعارضيها وشدد الأرياني بأن جرائم وانتهاكات الحوثي بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب مستغربا استمرار صمت وتقاعس المجتمع الدولي إزاء تلك الجرائم المتواصلة والتي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية من جانبه أدان البرلمان العربي إعدام مليشيا الحوثي الإرهابية تسعة أشخاص بينهم قاصر في العاصمة اليمنية صنعاء داعيا جميع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبيها وضرورة التكاتف الدولي لردع هذه المليشيا الانقلابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية محذرا من أن تقاعس المجتمع الدولي سوف يشجع هذه المليشيا على الاستمرار في أعمالها الإرهابية هذا وتكبدت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا خسائر فادحة في مواجهات مع قوات الجيش اليمنية والمقاومة الشعبية بجبهة ناطع في محافظة البيضاء وقال مصدر عسكري أن الجيش كسر هجوما وسط معارك ضد مجميع المليشيا الإرهابية وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريحة وأكد المصدر أن المعركة التي يخوضها الجيش اليمني بهدف دحر مليشيا الحوثي المتمردة المنفذة لأجندة إيران لكامل مواقع سطرتها على الأراضي اليمنية اختمو جز شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة